بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة مرحبا بكم في Foundations Engineering 1 إن شاء الله هنكمل شابتر 2 وهنأخذ آخر حالة خاصة تأثير Inclined Load وذلك جزء رقم 13 في الشابتر وكلمة Inclined Load يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي الحمل بتاعي جاي ميل بالشكل ده ميل بزاوية مين ثيتا في الحالة ديت أخذ تأثيره إزاي في حساب الBearing Capacity قبل ما أتكلم على تأثيره هو إزاي الحمل يبقى ميل كده هو طبعا الحمل مش يبقى ميل العمود عدل يبقى مفروض إن الإيه؟ الحمل مع العمود ولكن اللي حصل إن أنا في عندي قوة أفقية هنا يعني في قوة أفقية مع القوة الرأسية فبقى في محصلة اللي هي الر ديت وبيتميل بزاوية مين سيتا الأرضي عبارة عن الجزء التربيعي دا سكوير بلاس دا سكوير والسيتا تان ثيتا بتساوي الـ H على مين على الـ V يبقى بقى عندي الحمل ماله المحصلة بتاعته مالها ميلة أخذ تأثيره بقى إزاي؟ طبعا الموضوع معقد شوية لكن إحنا هناخد أبسط حالة من حالات الـ Inclined ودي لتكلم عليها مين؟ ميرهوف بس تكلم على مين؟ Saturated وإحنا انتفعنا إن الكلي هيبقى ماله Un-Drained كلي عشان هي دي الحالة الكريتيكال بتاعتي طيب ميرهوف قال إيه؟ قال لو أنت عندك كلي يعني دا كلي على عمق دي أف والحمل مائل هنا اللي يبقى خلاص الكيو ألتميت بتساوي C MCQ زائد كيو طبعا كيو اللي هي مين؟ نجامة واحد في الـ DF ودي خلاص خلصنا منها وما فيش مشكلة السي تفقنا إن هي مين؟ الـ Un-Drained الـ Un-Drained مين؟ Shear Strength برامتر بتاعت الكلي اللي ممكن ما ديكش الـ C في الامتحان وأقول لك الكيو Un-Confined بكذا فتبقى السي معروفة إن هي بتساوي الـ Q Un-Confined على مين؟ على آآ اتنين طيب المشكلة كلها بدلوقتي في الـ N-C-Q إزاي أجيب الـ N-C-Q اللي هي الـ Peeling Capacity Factor found from the chart هنجيبه بقى من إيه؟ من آآ Curve أو chart هنشوفه دلوقتي وعشان أخش للتشارت ده يهميني إن أنا أعرف الـ Angle of Inclination of the Applied Load to the Vertical يعني لازم أعرف سيتا دي تقدي إيه أعرف الـ D-F على الـ B قد إيه الـ D-F على الـ B قد إيه والحاجة التالتة اللي ما يرهوه فيهتم بيها عايزة أعرف degree of base and side adhesion on the foundation يعني إيه؟ يعني أنت عندك التربة هيه فهنا في تلاصق ما بين الـ Base وما بين السويل ودي الـ A السايد بتاع الفوتينج ده فيه بردك هنا مين؟ ها؟ فيه adhesive فلازم أبقى عارف درجة ها؟ التلاصق هنا add-A والتلاصق هنا add-A طيب أدي المعادلة Q Ultimate بتساوي C NC Q زائد مين؟ زائد Q طيب ها أول خطوة هنخش بمين؟ The Inclination of the Load زاوية سيتا 20 30 40 50 60 70 أي أن كانت هنا بقى طبعا اتفعنا أن مايروفي اشتغل على أن الـ 5 كام بصفر لكن قال أن فيه هنا Add-A في السايد اسمه C A وفيه هنا Add-A للـ Base اسمه C A من داج طيب مبدئيا إحنا دايما هناخد أني بتاع الـ Base اسف بتاع السايد دوت هناخده بكام بصفر اللي هو مين C A يعني C A بكام بصفر يعني لما يبقى فيه Add-A C A بيستخدمه C ما نستخدمش الكيرفداد دلوقتي اللي هو التوتل فيه عندي هنا Add-A وفيه هنا Add-A ده مش هنشتغل بيه احنا لكن هناخد أن الـ Add-A بكام بصفر والـ Add-A الثاني برضك بكام بصفر يبقى خلي بالك فيه عندك هنا ايه Add-A بصفر وإدهيشن بصفر ده بتعمين بتاع الباز وده بتعمين الصيد يبقى الكيرفداد اللي هتشغل بيه اقولك لأ الكيرفداد هتشغل بيه لما تبقى D على الـ B بكام بواحد يعني D F على الـ B بكام بواحد يعني B بتساوي D F لكن لو D على الـ B بتساوي صفر يعني موجود الأساس بتاعي فين فوق كده فهتاخد أني كيرف هتاخد الكيرفداد واضح ده اللي هتشغل بيه السؤال بقى طيب لو طلع الـ D على B بفاكتور اقوله لا يبقى تاخد interpolation ما بين ده وما بين ده ايا كان قيمته تخش هنا تطلع قيمة مين الـ N C Q بتاعتك يبقى ده هيعتمد على حسب مين الـ D F على مين على الـ B هتشغل ده ولا ده لكن ده هه هنعتبره بايه مش موجود لكن هو لو انت عندك الـ Adhesion بتاع البيز والـ Adhesion بتاع مين الـ Sides ممكن تستخدم الكيرفده واضح ماشي شكرا